تأمَّلوا ما قال رسولُه وخمسُ ليالٍ يُستجابُ فيهنَّ الدُعاءَ أو لا تُردُّ فيهنَّ دَعوَةَ أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة الأضحاء أيها المؤمنون بالله إن من خير أشهركم رجب أكثروا الاستغفار فيه وأحسنوا استقباله إقامةً منكم لميزان ما الذي يجب أن يُغتنَم وما أفضل ما يُكتَسَب من الليالي والأيام وافرحوا بطاعة الله وأكثروا منها واحذروا أن يدخل رجبٌ وأحدٌ مُصرٌ على قطيعة رحم فيتعرَّض للعنى ثم لا يوفَّق في شعبان ثم لا يوفَّق في رمضان وويلٌ لمن أدرك رمضان ولم يُغفر له واحذروا أن تمضي ليالي رجبٍ وأحدٌ مُكدِّرٌ خاطر أبٍ أو أُم بعد أن وصَّى خالقُ الكون بهما أن اشكر لي ولوالديك واحذروا أن يدخل شهر رجب وقطيعةٌ لأحدٍ من الأرحام قائمةٌ عند ذكرٍ أو أنثى منا واحذروا أن يدخل شهر رجب وقلب أحدنا منكوسٌ يرى الفخر والشرف واغتنام الحياة في أن يتزيَّى بأزيَّى أهل الفسق هو أو بنتُه أو زوجتُه أو أُختُه ثم لا حسَّة بوجوب التنواصِ بالحقِّ والصَّبرِ والإنجازِ من هذا الخلل القلبي، الفكري، العقلي، الإيماني ترجمة نانسي قنقر